السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناتكم المطبخ العربي مانسرين كويزين دونسرين نتمنى خياتي نلقاكم في هذا الفيديو بخير على خير اول حاجة نحن ندرو القطر السوري لجميع حلويات سورية واللي هي عندي ربع كيسان سكر كما را كنت لاحظوا فيه احنا كان خلاص ليزا تعمر تربع كيسان سكر زوج كيسان تع الماء هاد الكس الأول نزيد الكس الديزيان نصف حبة تعصير الليمون وزود شرائح ليمون وهنا نصف حبة عصير ليمون ولا ما يعادل ملعقة ليمون نحرك عادي بالملعقة الخشبية ونحطه فوق الفرن حتى يغلالي وهنا بعد ما حطيته فوق النار نسلنا حبوباتي حتى يبدأ يغلال كي يغلالي نحسب له 8 دقايق ونغطي عليه اول حاجة يعني نغطي عليه ونحسب له 8 دقايق من بعد نطفي ما نزيدوش فوق 8 دقايق بعد الغلايان هاهو هنا حبوباتي هاو بعد ما غلالي راني رايح نغطيه بعد 8 دقايق حاني هنطفي عليه ونداق له ملاعق مع ماء الظهر هاهو البنات الكستير لعصل وانه يبدو القطر السوري كما كنت لاحظون وضرievedلو عمل مع Listening تذكر له ملاعق على ماء الظهر او ماء الورد كل واحد ضايةوج حبية صحية ماء الزهر ونخليه حتى يبردلي تماما ونرجع عليكم فلا حبوباتي هنا هدا هو القطر السوري تعنا بعد ما بردلي كما راكوا تلاحظوا وتقدروا حبوباتي تشربوا به اي حاجة يعني مقروط دينا بقلاوة اي حاجة معسلة تقدروا تعسلوا بها بسكو اه صفرة هاد هاد العسيلة ما تجيش حمرة يعني على هاد اللي لازم الحلوة تعكم طيبوها مليح باش كتديروا لها القطر تجيكم سوة سوة نتمنى حبوباتي في الخيتامة على فيديو تعليم يعجبكم هاد الفيديو ويكون خفيف ضرف عليكم ونتلاقاوا في فيديو جديد ان شاء الله سلام يا اغلى ناس اغلى ناس